أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند أبرز حاجة معايا في هذه الفقرة بالتأكيد سنتناول الحديث عن مشاركة الأهلي في كاس العالم للأندية أمام فريق منترين مكسيك ضربت البداية يوم السبت القادم لكن منذ قليل كانت في تصرحات مهمة جدا لبيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأليزي التصرحات قالها قبل ما يدخل بقى للحجر الصحي بعد سبوت العينة صباح اليوم وكانت عينته إجابية للأسف ودخل حجر الصحي ويكون فيه مساحات أخرى خلال الساعات القادمة للإطمانان على حالته وبإذن الله تكون سلبية زي ما حصل مع المهندس خالد مرتجي اللي خرج على طول من الحجر الصحي وابتدى الشغل على طول مع البعثة استعدادا بقى للملف والاستعدادات في الفترة الجاية لمباريات كاس العالم للأندية بيتسو موسيماني قال كلام مهم جدا في تفاصيل بسيطة وعنوين سريعة قال أنا سعيد بالمشاركة مجددا في كاس العالم للأندية للمرة التانية على التوالي قال أنا كنت موجود المرة اللي فاتت بعد ما فصت ببطولة إفريقيا وقلت أنا مع الأهل السنة دي في كاس العالم والسنة الجاية إن شاء الله عن حاول نقرر الفوز بدورة أبطال إفريقيا والمشاركة لمرة تانية على التوالي في كاس العالم للأندية وده تحقق قال بس خدوا بالكم النجاح ده مش يتعلق بشخصي أنا فقط ده كمان يحسب للعيبة ومجهود اللعيب أنا بحط التعليمات والخطط لكن كمان فيه ناس بتشتغل وبتحضر وبتخطط على جميع المستويات قال كمان بغض النظر عن الصوابات اللي بتواجهنا في كاس العالم للأندية إلا أن عيوننا دائما تتطلع لمزيد من الإنجازات وأنا شخصيا أحلم بميدالية بلون جديد سواء دهب أو فضل هو خدمة على الأهل الميدالية البرونزية فعايز ميدالية جديدة وإن شاء الله بإذن الله يارب تكون دهب قال كمان في كرة القدم لا يهم كيف تبدأ ولكن المهم أين تنتهي فإذا نظرتي إلى المنتخب المصري لم يحقق أفضل بداية له في كأس أمم إفريقيا ولكنه الآن في نصف نهائي البطولة واكتسب احترام الجميع قال بغض النظر عن كل هذه التحديات الصوابات والغيابات فنحن لن نهتم بكل ده سوى تحقيق إنجاز في هذه البطولة لإسعاد الجمهور آخر حاجة قبل ما أروح للإمارات قال لدينا 11 لاعب في الملعب 5 تغيرات كلهم لاعبون محترفون لذلك يجب علينا أن نكون على قدر المسئولية تصرحات مهمة جدا من بيت سمسي ماني وتكلم كمان بخصوص منترين مكسيك وإزاي يستعد لهذه المباراة الصعبة والقوية جدا في ظل هذه الغيابات العديد لكن في تفاصيل مهمة جدا وفي أخبار كتير متعلقة ببعثة فريق النادي الآلي في ظل إن فيه اكتمعات دورية للاتحاد الدولي منذ وصول البعثة حتى صباح اليوم لذلك أذهب مباشرة إلى مقر إقامة بعثة فريق النادي الآلي في إمارة أبو ظبي مع زمينا العزيز أمير هشام موفد قناة الآلي واللي بالتأكيد أن نتابع معاه كل الكواليس والأخبار الخاصة بمشاركة الآلي في هذه البطولة المشاركة السبعة التاريخية مساء الخير يا أمير مساء الخير عليك يا محمد تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وبتحديد برنامج التريند يعني أكيد أيام مهمة جدا وساعات مهمة جدا جدا بالنسبة لبعثة النادي الأهلي هنا في أبو ظبي في إطار الاستعداد لانطلاق مباريات الفريق في كاس العالم للأندية الاستعدادات يا محمد خليني أتكلم معك على طول في جزئية الاستعدادات الخاصة بالفريق كلها ماشية بشكل ممتاز وبشكل جيد جدا أه ممكن يكون يعني موضوع مسماني والإيجابية المسحة بتاعته ممكن ده اللي حيخليه مش موجود طبعا في مران الأهلي اليوم لكن في ظل غياب مسماني وعزله في الغرفة الخاصة به الأمور ماشية بشكل طبيعي جدا وأنا بكلمك دلوقتي في محاضرة للفريق مع الكابتن سامي أمصان بيتكلم فيها في بعض النقاط اللي أكيد كان ركز عليها هو مستر بيتس مسماني على مدار الأيام القليلة السابقة وهي تتعلق بكل تأكيد بفريق منتري المكسيكي هذا الفريق المميز في كل الأحوال بالمناسبة لأن حتى في ظل غياب عدد من اللعبين في حالة غيابهم أصلا أنه ممكن يلحقوا المباراة هم حيكونوا موجودين أكيد في فابوظابي يعني جزئية منهم ما يشاركوا أو ما يشاركوش دي حاجة خاصة بأجيري المدير الفني لمنتري المكسيكي لكن في كل أحوال هم متواجدين قد يدفعوا بعضهم في مباراة الأهلي لكن الجزئية دي بالتحديد مش شغلة بال لعبة النادي الأهلي وده أمر أنا أكده عليك بشكل كبير جدا وواضح ولمسته من أول ما وصلت هنا لأبوظابي ومقر إقامة الفريق هنا والكلام كله على أنهم حيلعبوا فرقة اسمها منتري الهدف إيه من المواجهة دي؟ الهدف أن الأهلي عايز يكسب أيا كان بقى الظروف اللي الأهلي بيمر بيها نفسه نحن عارفين يا محمد وكلنا متابعين الجمهور الأهلي طبعا متابعة كل خبر لحظة بلحظة عن الفرقة كما هو المعتاد عارفين أن الظروف صعبة شوية على النادي الأهلي لكن مش الأهلي اللي دايما بيتكلم في الصعوبات مش الأهلي اللي دايما بيتكلم في العقبات اللي ممكن تقابله لأن هي دي كرة القدم وكل شيء وارد حدوثه والأهلي ظلم طبعا في تضرب المواعيد واللي ما تكلمنا فيه بشكل كبير جدا في مختلف برامي القناة النادي الأهلي ما بين طبعا كاس العام الأندية وكاس العام الأفريقية غياب اللعيبة الدولية في منتخب مصر طبعا كل التوفيق بالمناسبة لمنتخبنا في مباراة بكرة إن شاء الله بإذن الله يفرحونا لكن في كل الأحوال ما فيش أي تركيز إطلاقا في ظروف اللي بتواجه اللعيبة أو حتى الجهاز الفني لكن اللعيبة طبعا مركزة في المباراة الجهاز الفني مركز في نقاط القوى الضعفة الخاصة بفريق منتري إزاي يقدر يتعامل مع هذا الفريق إزاي يقدر إن هو يتغلب على الفريق ده في أولى مبارياته في كاس العالم للأندية لأنه برضو أيا كان إيه الوضع الأهلي عنده طموح وأي لعيب متواجد في قناة النادي الأهلي بما فيهم الشباب اللي شاركوا في كاس الربطة أي لعيب عارف المطلوب منه في الملعب إنه هو يعمل كل اللي عليه يلعب بروح كبيرة جدا روح الفنيلة الحمر زي طبعا ما إحنا عارفين الشعار المهم جدا بالنسبة لنا ده والباقي بيبقى طبعا أو كله على ربنا في الأول وفي الآخر لكن طبعا أنت بتعمل كل المجود وكل المطلوب منك من إنجاز الفني وفي الآخر التوفيق من عند المولى عز وجل فبالتالي تركيز كبير جدا الكل مستعد ومتأهب لأولى المباريات في هذه البطولة محمد بإذن الله طيب في أخبار عايزين نعرفها منك وانت أرأي بقى من كل الكواليس والبعثة أولا فندق الإقامة الأهل بس لموجود في الفندق ولا فيه فريق تاني ممكن يكون موجود مع الأهل في الفندق خلال الساعات القادمة دي جزئية الجزئية التانية بكرة القيمة الرسمية اللي هيتم تسجيلها عشان تشارك فيه البطولة هل هيتم انتظار عودة الدوليين بعد ختم المنافسات يوم الأحد القادم ولا الجهاز الفني ممكن بيفكر في إيه لو سألت الكابتن سيد في هذه الجزئية خليني في البداية أقول لك على المقر الإقامة لا مش متواجد حتى هذه اللحظة غير فريق النادي الأهلي ما فيش أي فريق متواجد في مقر الإقامة بالمناسبة مقر جيد جدا كل الأمور اللي بيطلبها أو اللي بيحتاجها الفريق في مقر الإقامة متوفرة بشكل مميز فبالتالي حاجة جيدة طبعا كالعادة وإحنا في دولة كبيرة يعني في الإمارات وفي إمارة أبو ظبي الأمور والإمكانيات ما شاء الله ممتازة وجيدة جدا لكن فيما يتعلق بالقائمة حتى هذه اللحظة ما فيش أي شيء رسمي معلن بخصوص قائمة الأهلي اللي حيتم الإعلان عنها بشكل رسمي قبل 48 ساعة من بداية أول مباراة اللي هو بكرة بإذن الله واحد أحد الخميس فبالتالي ده أمر خاص بالجهاز الفني وبمستر بيتسو موسماني في انتظار القرارات اللي ممكن ياخدوها الأسماء اللي ممكن يستعينوا بها من العناصر الدولية عندك مثلا ربما ربما محمد شريف مثلا ما بيشاركش ممكن يكون جاهز جدا جدا بدنيا تحسبا في حالة أن انت تأهلت بإذن الله على حساب منتري فتستعين بيه ربما تستعين ببعض الآخر من الدوليين كلها حسابات وأمور بتشغل بال طبعا الجهاز الفني بشكل كبير جدا هما قدرى ناس بالقرارات اللي هياخدوها بعد دراسة وافية وبعد كمان متابعة الأحمال البدنية الخاصة باللعابين الدوليين لأن فيه جوانب كتيرة جدا يعني بتحيط بهذا الوضع تحديدا بالمناسبة يا محمد ممكن يكون الناس بتتكلم على أن الأهلي بيفتقد العناصر الدولية ولو مثلا اللعبة كانت جاد بطري شوية لو كان نقدر الله طبعا منتخبنا الوطني خرج ولا حاجة وده أمر ما كناش نتمنى إطلاقا للأولوية طبعا دايما وأبدا لما انتخبنا الوطني والمصر ده أمر مؤكد لكن فيه جزئية مهمة وهي بتتعلق بالزبط فيه جزئية مهمة بتتعلق بالتفكير والتشتيت الزهني اللي ممكن يكون بيتعرض للعب النادي الأهلي الدوليين يعني انت بتشارك في بطولة ومحفل فريكي كبير زي ده بكل الظروف المحيطة في مكان زي دولة الكاميرون إمكانيات محدودة صعبة جدا إصابات كتير مطشاط قوية أوي أوي كوديفوار المغرب في البداية كان ناجيريا ففي حسابات كتير جدا بتمر بيها بدراسة وفاية لكل فريق فبالتالي هي معادلة صعبة جدا هيمر بيها لعبه النادي الأهلي الدوليين في حالة عودته وانضمامه المعسكر فريق النادي الأهلي وهي معادلة الفصل ما بين مشوار المنتخب الوطني اللي بإذن الله يكلل بالنجاح وبالتحقيق البطولة ومشوار واستكمال مشوار النادي الأهلي في كاس العالم للأندية ظروف صعبة ظروف صعبة في كل الأحوال لكن زي ما قلت لك في البداية محمد الكل مركز ومحدش بيفكر في الظروف دي لأن قائمة النادي الأهلي كلها بما فيهم اللعب الشباب زي ما قلت لك كلهم على مستوى وكفاءة عالية جدا جدا من الإمكانيات الفنية والبدنية المميزة اللي تقدر تساعدهم أنهم يتخطوا أي عقبة ده أمر مهم جدا أكيد زي منا أمير هشام موفد قناة الأهلي في أبو ظابي لمتابعة أخبار وكواليس بعثة فريق النادي الآن أشكرك شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات وإن شاء الله بعد قليل هيكون التوجه إلى المران بعد المحاضرة المنعقدة في هذه اللحظات استعدادة لبقى الأولى المباريات وبنتكلم بكرة خلاص هيتم تسجيل القائمة النهائية 23 ويكون في اجتماعات النهاردة مساءا بالليل للتحضير للقائمة النهائية والاتصال مع الجهاز الفني أكيد بيتسو مسماني لاختيار القائمة واختيار التشكيل الأساسية كما عندك شغل راس حربة واحد حسام حسن ولسه هتشوف في التدريبات الجاية أو النهاردة وبكرة مدى لحاقه وبأولى المباريات أمام منتري المكسيكي أخرج لفاصل وبعد الفاصل لسه عندنا الجديد والمزيد ولكن بعد الفاصل شكرا